السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر للمصارين العلمي والتكنولوجي عنوان درسنا لهذا اليوم هو الحوادث المتنافية الجزء الرابع سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا إيجاد احتمالات الحوادث المتنافية ثانيا إيجاد احتمالات الحوادث غير المتنافية تذكير نذكركم أعزائي الطلاب بما تعلمنا في الأجزاء السابقة من درس الحوادث المتنافية بحيث يساعدنا في حل التمارين في هذا الفيديو أولا الحدثان المتنافيان وثانيا المبدأ العام في حساب الاحتمالات وثالثا متمم الحدث تمرين رقم 2 صفحة 229 يحتوي كيس على أربعين كرة زجاجية ثماني كرات منها خضراء واثنتين من الكرات زرقاوان نختار كرة عشوائية أوجد احتمال كل حدث أدنى أ الكرة خضراء أو زرقاء بي الكرة ليست خضراء ولا زرقاء لتنظيم المعطيات في هذا السؤال ننشئ هذا الجدول نلاحظ أن إجمالي عدد الكرات هو 40 ويتوفر لدينا ثماني كرات منها خضراء إذن الكرات الخضراء عددها 8 وكرتان زرقاوان إذن كرتان زرقاوان الآن ماذا تبقى من الكرات؟ تبقى لون ليست خضراء وليست زرقاء الآن العدد الإجمالي هو 40 وخضراء 8 وزرقاء 2 إذن سيكون عدد الكرات التي ليست خضراء وزرقاء هو 30 الآن الفرع المطلوب هو احتمال أن تكون الكرة خضراء أو زرقاء نلاحظ عزيز الطالب أن احتمال أن تكون الكرة خضراء أو زرقاء هما حدثان متنافيا ما احتمال أن تكون الكرة زرقاء احتمال أن تكون الكرة زرقاء هو عدد الكرات الزرقاء على المجموع الكل إذن سيكون 2 over 40 plus الآن ما احتمال أن تكون الكرة خضراء سيكون عدد الكرات الخضراء 8 over المجموع الكل إذن 8 over 40 وبإجراء هذه العملية يكون الناتج 10 over 40 ويكون الناتج النهائي 1 over 4 الآن الفرع بي احتمال أن تكون الكرة ليست خضراء ولا زرقاء نلاحظ ببساطة أن عدد الكرات التي ليست خضراء وزرقاء هو 30 والمجموع الكل للكرات هو 40 إذن سيكون الناتج 30 over 40 وبالاختصار يكون الناتج 3 over 4 تمرين رقم 7 صفحة 229 B و A حدثان في فضاء عين S حيث احتمال A equals 0.7 واحتمال B equals 0.4 واحتمال A و B 0.2 A أرسم شكل V يبين المجموعتين المتداخلتين B و A وضع على الشكل احتمالات المناطق الأربعة المتشكلة B أوجد احتمال أن يحدث A ولا يحدث B C أوجد احتمال أن لا يحدث أي من A أو B D أوجد احتمال أن يحدث A أو B الحل سوف نستعمل هنا شكل V حيث أن المستطيل يمثل فضاء العين S والدائرتين المتداخلتين الأولى تمثل الحدث A والثانية تمثل الحدث B ومن الأسهل عادة أن نبدأ بمنطقة التداخل إذن سنبدأ بالمنطقة الخضراء المنطقة الخضراء تمثل نسبة مجموعة النواتج المشتركة بين الحدثين A و B فنراحظ من السؤال أن احتمال A و B equals 0.2 إذن منطقة التداخل تساوي 0.2 الآن سنحسب الاحتمال الذي يعطينا القيمة الإجمالية الصحيحة لكل دائرة فنبدأ بالمنطقة الصفراء انظر عزيز الطالب إلى المنطقة الصفراء تمثل المنطقة الصفراء نسبة وقوع الحدث B فقط أي أن يحدث الحدث B ولا يحدث الحدث A ولكن احتمال وقوع الحدث B هو 0.4 لاحظ من السؤال احتمال B هو 0.4 أي المنطقة الصفراء والخضراء احتمال وقوعها هو 0.4 والمنطقة الخضراء هي 0.2 إذن ستكون المنطقة الصفراء 0.4 ويكون الناتج 0.2 الآن المنطقة الزرقاء تمثل المنطقة الزرقاء نسبة وقوع الحدث A فقط أي أن يحدث الحدث A ولا يحدث الحدث B لكن احتمال وقوع الحدث A انظر إلى السؤال هو 0.7 إذن احتمال وقوع الحدث A أي المنطقة الزرقاء والخضراء هو 0.7 والمنطقة الخضراء هي 0.2 إذن المنطقة الزرقاء تكون 0.7 minus 0.2 ويكون الناتج 0.5 إذن المنطقة الزرقاء هي 0.5 الآن المنطقة البيضاء تمثل المنطقة البيضاء عدم حدوث الحدث A والحدث B أيضا أي لا يحدث أي منهما والآن عزيز الطالب تذكر أن فضاء العين S نسبته هي ون وجميع المناطق الصفراء والخضراء والزرقاء معلومة إذن المنطقة البيضاء تساوي 1 minus 0.2 plus 0.2 plus 0.5 ويكون الناتج 0.1 إذن المنطقة البيضاء 0.1 الآن بعد أن أوجدنا احتمالات المناطق الأربعة المتشكلة سيكون حل الفروع B و C و D بسيطة فلنبدأ الآن بالفرع B المطلوب هو احتمال أن يحدث A ولا يحدث B انظر إلى شكل فين ما هي المنطقة التي تمثل أن يحدث A ولا يحدث B نلاحظ أنها هي المنطقة الزرقاء حيث المنطقة الزرقاء تمثل وقوع الحدث A فقط إذن يكون الناتج يساوي 0.5 الآن الفرع C أوجد احتمال أن لا يحدث أي من A أو B إذن المطلوب احتمال أن لا يحدث أي منهما انظر إلى شكل فين ما هي المنطقة التي تمثل أن لا يحدث أي من A أو B نلاحظ أنها هي المنطقة الزرقاء إذن احتمال أن لا يحدث أي منهما equals 0.1 الآن الفرع D أوجد احتمال أن يحدث A أو B المبدأ العام في حساب الاحتمالة وهو احتمال A أو B equals احتمال A بلس احتمال B مينس احتمال A و B إذن احتمال A أو B equals احتمال A هو 0.7 بلس احتمال B هو 0.4 مينس احتمال A و B هو 0.2 وبإجراء العمليات هنا يكون الناتج هو 0.9 تمرين رقم 14 صفحة 230 إذا كان احتمال الحدث A هو 0.37 A أوجد احتمال أن لا يحدث A B أوجد احتمال أن A قد يحدث وقد لا يحدث الحل نبدأ الآن بالفرعين المطلوب هو احتمال أن لا يحدث A أي احتمال متمم الحدث A حيث أن احتمال متمم الحدث A equals 1- احتمال الحدث A وبالتعويض يكون الناتج احتمال متمم الحدث A equals 1- 0.37 حيث أن احتمال A معطى في السؤال هو 0.37 ويكون الناتج احتمال متمم الحدث A equals 0.63 الآن الفرعين أوجد احتمال أن A قد يحدث وقد لا يحدث إذن المطلوب هو احتمال الحدث A ومتمم الحدث A وكما نعلم أن الحدث A ومتمم الحدث A حدثان متنافيا إذن سيكون احتمال الحدث A تقاطع متمم الحدث A equals 0 ترجمة نانسي قنقر